على الإطلاع على آخر الاستعدادات لإفتتاح مهرجان جراش ينضم إلينا من هناك منذوب التلفزيون الأردني محمد القضاء محمد أهلا وسهلا بك نحن على بعد نحو ساعة من الآن عن نحفل إفتتاح المهرجان صف لنا الأجواء من حولك نعم نورة عند الساعة الثامنة من مسائي هذا اليوم ستنطلق تحت الرعاية الملكية السامية فعاليات مهرجان جراش للثقافة والفنون بدورته السابعة والثلاثين والتي جاءت هذا العام تحت عنوان ويستمر الفرح وهي استمرار لأفراح الأردنيين بزفاف سمور العهد والأعياد الوطنية وسيكون دولة الوزراء مندوبا عن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لرعاية هذا الحفل وطبعا الحفل يتضمن إيقاد شعلة المهرجان إذانا ببدء الفعاليات التي ستبدأ رسميا طبعا مساء يوم غد على كافة المسارح وشار الأعمدة وفي الساحة الرئيسية وحفل اليوم يتضمن كلمات لمعالي وزيرة الثقافة وهي رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جراش للثقافة والفنون ورئيس بلدية جراش الكبرى أحمد لعتوم وهي طبعا ممثل عن المجتمع المحلي حيث يعني يعمل هذا المهرجان على ضرورة مشاركة أهالي محافظة جراش بمعظم الفعاليات سواء للجمعيات الخيرية والأفراد والمؤسسات وكذلك يعني المؤسسات الأهلية في المحافظة طبعا هناك سيكون أبرز ما يميز حفل الافتتاح هو أوبريت نهر الدهب وهو طبعا أوبريت يحكي تاريخ وحضارة محافظة جراش ومن خلال مشاركة أكثر من مئة فنان في هذا أوبريت وطبعا سيكون هذا أوبريت هو طبعا من إعداد الكاتب مفلح العدوان وإخراج المخرجة لنا أتل طبعا هناك هذا المهرجان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسويق الثقافة والفن في الأردن وكذلك هناك ترويج للسياحة الثقافية والفنية وهناك تبادل للثقافات بين الأردن والدول العربية والأجنبية والصديقة طبعا هذا المهرجان يتميز هذا العام بوجود كوكبة كبيرة من الفنانين العرب والأردنيين وهذا سيساهم في ازدياد التوقعات نحو حضور جماهيري خلال العشرة أيام القادمة حيث سينتهي المهرجان في الخامس من أب القادم نعم مندوبة تيفزيون الأردني محمد القضاء شكرا جزيلا لك